مشاهدين الكرام اهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار اول قناة اخبارية في الجزائر اذا تتوقع مصالح الارساد الجوية تغير في حالة التقص وتراجع في درجات الحرارة مع اجواء غائمة مرفوقة بامطار احيانا رعدية بالمناطق الشمالية للوطن نسهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا اجواء مغشات على المناطق الشمالية نصل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الاحد بداية بالصبيحة نتوقع جوام الصوفية الى غائمة جسئيا على المدن الغربية والمدن الوسطى صحب عابر مأمطار متفرقة على شرق البلاد بالجنوب جوام مغشات على السورة الجنوب الغربي مرتفعة الهوغر وتسيري واقصى الصحراء تبقى لجواء صوفية لمغشات جسئيا على باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة الدنيا لصبيحة لا حتى سلت 19 درجة على وهران واتيزي وز 18 درجة بالجزائر العاصمة 21 درجة بعنبا 20 درجة على قلمة 26 درجة على ورقل حسيم سعود إليزي وجانت 28 درجة بعين صالح وأدرار 27 درجة بتندوف 28 درجة على عينقز 28 درجة على ورقل حتى تلبد السماء على المدن الغربية مع خلايا رعدية بالهضاب العليا قد تمتد ليلا إلى السواحل الغربية أجواء صوفية إلى مغشات جسئيا على المدن الوسطى صحب كثيفة محليا بالمدن الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب أجواء مغشات لغائمة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على منطقة السورة الجنوب الغربي مرتفعة الهجر والتسيري وأقصى الجنوب الجزائري تبقى الأجواء مغشات جسئيا على باقي المناطق الجنوبية للوطن حركة الرياح رح تكون ضعيفة لمعتدلة نسبيا درجات الحرارة القصوى لظاهرة لا حتى سيلة 27 درجة على الجزائر العاصمة 30 درجة على تيزي وزو 29 درجة على وهران 26 درجة على عنابات 28 درجة بقلمة 26 درجة على سطيف وابتن 36 درجة بلغوات 40 درجة على غردايا 45 درجة كأعلى مقياس على عين سلح 42 درجة على أدرار 36 درجة بيتين دوف 42 درجة بعين قزام إيريزي وجانات 36 درجة بيتمان راست نصل بكم مشاهدنا إلى حالة البحر اليوم الأحد البحر بإذن الله سيكون قليل الاتراب على السواحل الغربية والوسطى وفق رياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من بين 20 حتى 30 كم في الساعة بالسواحل الشرقية يكون البحر قليل الاتراب نتيجات رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها من بين 15 حتى 25 كم في الساعة قبل أن نختم ناشتنا الجوية نتجه اليوم لولاية أتبسا والتي تقع في الشمال الشرقي من الجزائر فإن التقص بها أيام الأحد والإثنين يكون غائم لتتحسن الأجواء بها يوم الثلاثاء مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 10 و14 درجة مع درجات الحرارة القصوى خلال الأيام القليلة القادمة بمنطقة ستبسارح تتراوح ما بين 26 و29 درجة الريح فيها تصل إلى 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة نوعا ما حيث ستصل إلى حوالي 58% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي يوم الأحد والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمان الله